بالنسبة لمرض انيميا الفول كتير مننا الحقيقة سمع الاسم ده او يعرف حد مصاب بهذا المرض او بيشتكي منه والبعض ممكن ما يكونش يعني عنده خلفية معرفية كبيرة بهذا المرض طيب احنا هنتكلم عن انيميا الفول وهل هي انيميا الفول زي ما هي من اسمها كده مرتبطة بالفول ولا منهاش علاقة وهو اسم فقط يعني هنحاول نتعرض لهذا الموضوع بشيء من التفصيل في البداية انيميا الفول او مرض انيميا الفول او له اسم تاني وهو التفول يعني يعرف بانيميا الفول او التفول او هو مرض يعرف ايضا بنقص انزيم الجي سكس بي دي هذا الانزيم يعني ممكن نقول عليه مرض انيميا الفول او مرض نقص انزيم الجي سكس بي دي هو في الحقيقة مرض جيني بيتسبب للمصاب بنقص هذا الانزيم في الدم طيب ايه اهمية هذا الانزيم هذا الانزيم هام للتفاعلات الكيميائية الحيوية اللي بتحدث في الجسم وبالتحديد هذا الانزيم الذي يسببه نقص انيميا الفول يسبب نقص هذا الانزيم هذا الانزيم بيحافظ على سلامة خلايا الدم الحمراء في الجسم عشان تستمر في القيام بوظائفها على اكمل وجه خلال دورة حياتها وبالتالي لما هذا الانزيم بينقص في مريض مرض انيميا الفول اللي بيحصل ان بتبدأ كرات الدم الحمراء في الجسم في التكسر والتحلل قبل اوانها قبل معادها وبالتالي بيؤدي في النهاية الى الاصابة بفقر الدم الانحلالي او ما يعرف في النهاية ان المريض بيصبح مريض يعاني من نوع من الانيميا وهو يعرف بانيميا الفول لانه نقص في هذا الانزيم طيب عايزين نعرف علاقة انيميا الفول بنبات الفول في الاشخاص المصابين بانيميا الفول او بالانزيم اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو انزيم جي سيكس بي دي الاشخاص اللي عندهم نقص هذا الانزيم بتنشأ لديهم الاصابة بفقر الدم الانحلالي بعد تناول الفول او احد انواع البقوليات اذا عند تناول الفول او احد انواع البقوليات للاشخاص اصلا اللي عندهم استعداد جيني او مرض جيني عندهم نقص في هذا الانزيم تناول الفول او اي نوع من البقوليات يحفز افراز هذا الانزيم بصورة كبيرة في الجسم فبالتالي يبدأ هذا الانزيم في تكسير قرات الدم الحمراء ايضا تحفيز هذا الانزيم ممكن يحدث مش بسبب بس تناول الفول او احد انواع البقوليات يجب الانتباه لهذا الامر وانما ممكن يحصل نتيجة عدوى معينة او نتيجة تناول دواء معين يبقى احنا عندنا اما من تناول الفول او احد انواع البقوليات يتم تحفيز هذا الانزيم عند الاشخاص اللي عندهم هذا الانزيم استعداد جيني لهذا الانزيم او ممكن المريض يكون لا اكل فول ولا اكل اي نوع من انواع البقوليات ويصاب بنغص هذا الانزيم طيب بسبب ايه انه هو تعرض لعدوى ما في الجسم حفزت هذا الانزيم او الانسان تناول دواء معين في بعض الادوية بتعمل عمل البقوليات بتؤدي الى تحفيز هذا نقص هذا الانزيم الادوية اللي احنا بنكلم عنها زي بعض انواع من الادوية المضادة للمالاريا كمان بعض انواع من الادوية المستخدمة في انواع الالتهابات والعدوى ايضا وجد ان الاسبيرين بيحفز هذا المرض لدى الاشخاص اللي عندهم استعداد جيني الاسبيرين وايضا بعض انواع من الادوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية طيب ايه الاعراض اللي ممكن تظهر على مريض انيميا الفول اه فيه اعراض شائعة زي معظم انواع الانيميا وهي تسارع ضربات القلب ايضا المريض بيعاني من انقطاع النفس يعاني من البول الداكن والذي يميل اكثر الى اللون البرتقالي بيشتكل مريض من حمى من تعب وارهاق من دوخة ودوار ومن شحوب البشرة ومن اليرقان اللي هو اصفرار الجلد او البشرة او اصفرار بياض العيون طيب اذا اسباب انيميا الفول اسباب انيميا الفول زي ما ذكرنا العامل الوراثي بتعتبر انيميا الفول في المقام الاول مرض جيني مرض وراسي مرتبط بالوراثة والجينات اذا ممكن ينتقل من الاباء الى الابناء كمان وجد من الاسباب الجنس فوجد انه فرصة الاصابة للذكور اكبر من الاناس طيب بعد كده ننتقل الى عوامل الخطر عوامل الخطر وفرص الاصابة بهذا المرض فرص الاصابة بمرض انيميا الفول وجد انها تزيد عند الزكور زي ما ذكرنا مقابل الاناس كمان وجد انها بتزيد في الاشخاص اللي هم الامريكان زو البشرة السمراء او من الاشخاص اللي هم في منطقة الشرق الاوسط اللي هي اصولهم شرق اوسطية او وجد ان عوامل زيادة فرص الاصابة من الاشخاص السابق وظهر حد في العيلة مصاب بهذا المرض من قبل طبعا العوامل اللي احنا ذكرناها بترفع فرص الاصابة لكن معنى ان في عامل واحد منهم موجود او اذا اجتمع اكتر مئة من عامل ليست بالضرورة يعني وسيلة يمكن التأكيد منها ان الانسان مصاب بانيميا الفول وانما يتم الكشف عن هذا الانزيم في الدم في الجسم والكشف عن بعض المواد الاخرى من خلال بعض انواع التحاليل طيب بعد كده ننتقل الى تشخيص انيميا الفول كيفية تشخيص هذا النوع من الانيميا تشخيصه طبعا بسيط جدا بيتم عن طريق فحص دم بسيط يتم من خلاله قياس نسبة هذا الانزيم فحص مستويات هذا الانزيم بالاضافة لفحص هذا الانزيم ممكن الطبيب يطلب فحصات اضافية زي ممكن انه يطلب فحص صور الدم او تعداد الدم كامل ممكن يفحص او يطلب اختبار هيموجلوبين ممكن ايضا فحص مرتبط بعد كرات الدم الشبكية وهذه الفحصات ايضا بتساعد في حالات الانيميا بصفة عامة او فقر الدم الانحلالي اخر حاجة العلاج ننتقل الى كيفية علاج انيميا الفول العلاج بشكل رئيسي في هذا المرض يتضمن الابتعاد عن المحفزات التي ممكن ان هي تحفز او تسير الاعراض وتؤدي الى ظهور الاعراض عند المريض فمثلا اذا كان المحفز نوع معين من الطعام نوع معين من البقوليات يجب على المريض ان هو يتجنبها طيب اذا كان المحفز عدوى او التهاب معين يتم علاج هذا العدوى او الالتهاب طيب اذا كان المحفز دواء زي الادواء اللي احنا ذكرناها اللي ممكن تحفز هذا الانزيم نقص هذا الانزيم يجب توقف هذا الدواء طبعا بعد الرجوع للطبيب او اذا كان يعني السبب اللي الانسان بياخد منه هذا الدواء اذا كان هو بيتناوله من وفي بدائل اخرى افضل واكسر امانا طبعا العلاج اللي احنا ذكرناه وسائل العلاج اللي احنا ذكرناه دي بتفيد في حال انيميا الفول كان اعراضها موجودة ولم تتطور وتتفاقم وتتحول الى فقر دم انحلالي لان طبعا من مخاطر انيميا الفول انها ممكن لو زادت عند الانسان او لم يستطع الانسان السيطرة على هذا المرض او هذه المشكلة تتطور الى مرض اكسر خطورة واكسر حدة ويصعب علاجه وبيأثر على صحة جسم الانسان وهو فقر الدم الانحلالي طبعا اذا تطورت الحالة قدر الله الى فقر الدم انحلالي بيتم اللجوء الى وسائل علاجية اكتر شدة زي العلاج بالاكسوجين او نقل الدم للمريض لان طبعا حياة المريض بتبقى مهددة اذا اصيب بفقر الدم الانحلالي ممكن وظائف الجسم الحيوية تتوقف وتنهار مرة واحدة يبقى بينعالجه اما بالعلاج بالاكسوجين او نقل الدم او المريض في الحالة يعني ممكن في بعض الحالات يحتاج ان هو يظل في المستشفى في وحدة العناء المركزة فترة من الوقت اه في النهاية في بعض الاطعمة اللي احنا بننصح مريض انيميا الفول ان هو يتجنبها ويبتعد عنها اه بتعتبر من الطرق الطبيعية للسيطرة على المرض وتجنب مضاعفاته اللي ممكن يتعرض لها الانسان اه من هذه الاطعمة التي يجب ان يتجنب اه يتجنب التعرض لها مريض انيميا الفول هو الفول وفي بعض الاحيان اه اشباه الفول اللي هي البقوليات ينصح بتجنبها كمان مريض انيميا الفول ينصح بالابتعاد عن التوت البري الازرق كمان بينصح بالابتعاد عن جميع مصادر الصوية اه وبما فيها التوفو اه كمان بينصح بالابتعاد عن الاطعمة الغنية بفيتامين سي او لا يتناول مكملات فيتامين سي يبتعد ايضا عن المانيتول او المانثول اه بيبتعد عن اي طعام يحتوي على صبغات زرقاء اللون تكون طبيعية لان ده بتحفز نقص هذا الانزيم في الجسم وبالتالي بتعرض المريض الى تفاقم الاعراض اه ده كان كل المعلومات المهمة اللي احنا حابين نوضح لحضراتكم بخصوص هذا النوع من امراض الانيميا وهي انيميا الفول في النهاية اعجبك الفيديو نتمنى دعمنا بالضغط على زر الاعجاب الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات على كل الفيديوهات علشان يصلكم جديد الموضوعات اللي احنا بنقدمها لحضراتكم وفي النهاية لو تعرف حد من اصدقائك بيعاني من هذا المرض او حابب انه يستفيد معلومات عن هذا المرض بننصحك ان انت تبعت له هذا الفيديو في النهاية نتمنى السلامة للجميع ونلتقي بازن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد اشتركوا في القناة